اهلا بكم من جديد وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى قائد الصبلات الخالدية في دعم رياضة القدرة ورعاية سموه الكريمة لهذه البطولة التي حققت نجاحا كبيرا على جميع المستويات وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة ومتمنيا لجميع الفرسان والاستبلاط كل التوفيق في بطولات وسباقات موسم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وحث سموه الفرسان والاستبلاط على مواصلة مشوار العطاء فيما تبقى من منافسات في موسم حافل ومثير وشيق وأثنى سموه على الجهود التي بذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برأسة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وجميع الأعضاء واللجان العاملة في تحقيق أعلى درجات النجاح للبطولة بما يلقى بمكانة وسمعة أو بما يلقي بمكانة وسمعة رياضة القدرة البحرينية وحقق لقب بطولة سموه ضمن التدريب العام لسباق العموم لمسافة 120 كيلو مترا الفارس الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة من أستبل الزعيم وجاء في المركز الثاني الفارس معيوف عبد العزيز الرميحي من أستبل الزعيم وفي المركز الثالث الفارس أحمد الدوسري من أستبل الزعيم أيضا ليحتكر بذلك الزعيم منصة التتويج بالمراكز الثلاث الأولى مؤكدين جدرتهم وكفاءتهم وإمكانياتهم العالية واستعداداتهم الرفيعة لهذه البطولة أما على مستوى منافسات فئة الأستبلات فقد تمكن الفارس محمد الخاطري من أستبل الأصائل من تحقيق المركز الأول متفوقا على جميع منافسيه ومنهيا مراحل السباق الأربع بالمركز الأول تاركا للمركز الثاني للفارس خالد إبراهيم خيري من أستبل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والمركز الثالث لفارس إستبل الأصائل جاسم خليفة المعمري موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة